هل بالفعل السيدة فاطمة رضي الله عن أرضاه اكتمع عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا الضلع أم لا الشيعة يقولون نحن نأخذ ديننا من الأئمة المعصومين ولا يفسر القرآن ألا الإمام ولا تؤخذ السنة إلا من الإمام وعليه حسب قاعدة الشيعية فنريد الأحاديث عن الأئمة عندهم التي قالت بكسر الضلع نريد الأحاديث التي قالها الأئمة عندهم بكسر الضلع يعني علي بن أبي ظالم هل قال بكسر الضلع الحسن قال بكسر الضلع الحسين قال بكسر الضلع أم لا نريد فقط أحاديث الشيعة التي تقول بكسر الضلع ما يروح يجيب لي من فلان أو علان نحن نريد من كلام المعصوم وإلا ليس عقلا أن المعصوم يتكلم عن المتعة الصغيرة ومتعة الكبيرة ويتكلم عن فاطمة رضي الله عنه وأرضاه كسر الضلع وليس من المعقول أن المعصوم عندهم يفتي في الخف ولا يتكلم عن كسر الضلع فنريد رؤيات المعصومين عندهم في مسألة كسر الضلع وبالراحة وهدو نحللها هل هي صحيحة أم ضعيفة هل قالوا لم يقولوا يريد الموضوع ده نتناوله بشيء من الموضعية والعلمية بإذن الله تعالى احنا مش عايزين أكتر منين هنكون عقلاء ونتكلم كلام منطقي بس مش عايزين أكتر من كده موسيقى موسيقى